فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه إذا إيش؟ واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي تفسر كتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه الكتاب هو القرآن وقد جاءت فيه أوامر وجاءت فيه نواهي جاءت فيه أحكام لكن قد يكون هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأحكام مجملة أو تكون مطلقة فالسنة هي التي تبين القرآن تبين مجملة وتقيد مطلقه وتوضح مشكلة فالسنة مبينة ومفسرة للقرآن لأن الله وكل البيان هذا القرآن إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالله جل وعلا هذه هي القاعدة لكن ما نحن فيه الآن وهو مسألة التشبه الله نهان عن التشبه بالكفار نهان عن التشبه بأهل الكتاب ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذين خاضوا هذا التشبه التشبه بهم في هذه الأمور إما في أمور العقيدة وإما في أمور العمل والشهوات فهذه مجملات في القرآن السنة جاءت في مفصلة لهذا التشبه الممنوع فنهى مثلا عن حلق اللحى وإرسال الشوارب هذا من التفصيل الذي جاء في القرآن النهي عن التشبه بهم عموما السنة بيّنت هذا التشبه بهم في اللباس في الإسبال في التشبه بهم في العري التعري واللبس غير المحتشم وسفور النساء هذه كلها من مفردات من مفردات التشبه الذي جاء في القرآن مجملا وفي السنة مفصلة وفي السنة مفصلة قال رحمه الله لذلك فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها ما شاء الله هذا شيء طيب الشيخ رحمه الله لما ذكر أن القرآن تأتي فيه العوامر والنواهي قد تأتي فيه مجملة وتأتي السنة مفصلة لتلك الأوامر والنواهي قال أنا أذكر لك الآيات التي من هذا النوع والأحاديث المفسرة لها ترجمة نانسي قنقر